نعم هذه مغالطة يعني هذا الأخ الكريم السائل واضح أنه قليل المعرفة والعلم والاطلاع لذلك يتكلم بمثل هذا المنطق يقول النبي اختار النبي ما اختار أصحابه هؤلاء هم النذيلا بعث النبي إليهم هؤلاء قوم النبي الذين بعث إليهم لا أنه اختارهم يعني كأن الله خيره وقال له أنت تريد أن أبعثك في أي قوم مثلا وعدد لي اكتب لي قائمة من تختار من الأسماء يعني حتى احنا نجعلهم أصحابك ما عندنا هكذا شيء في الكتاب والسنة يا أخي يا ابن الحلال هؤلاء قوم بعث فيهم نبي هؤلاء هم الذين بعث لهم النبي آمنوا به قسم آمن قسم أبا وكفر قسم آمن أيضا كرها آمن وصار من الطلقاء قسم من الذين آمنوا كانوا من المنافقين هؤلاء يحاطوا بالنبي النبي حاول استصلاحهم بعض منهم نجحوا فأصلحوا أنفسهم بعض منهم لم ينجح ظل منافقا أو ارتد بعدئذ أي مسئولية تقع على النبي لماذا تريد أن تحمل النبي المسئولية وتقول كأنه هو فشل في اختيار أصحابه هذا كلام أخرق يعني الآن أصحاب الأنبياء السابقين كل المسلمين المتفقون على أن أصحاب الأنبياء السابقين كانت أكثريتهم فاسدة ولذلك ما أن مات أنبياؤهم إلا وحرفوا أديانهم من بعده يعني من الذي حرف دين موسى عليه السلام أصحاب موسى من الذين حرفوا دين عيسى عليه السلام أصحاب عيسى عليه السلام المنحرفون منهم وهم كانوا الأكثرية الساحقة أنه عادة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور يعني هذه سنة البشر مع الأسف الأقلية عادة تكون هي الأقلية المؤمنة فهل نقول إن الأنبياء السابقين فشلوا في اختيار أصحابهم مثلا لا يا أخي هذا كلام باطل هذا كلام غير المتفقه وغير المتعلم نحن نقول نبي الله صلى الله عليه وآله بعث في أمة هذه أمة العرب وطبيعة الحال منهم من آمن به بجدية ومنهم من لم يؤمن بجدية كان يعبد الله على حرف كان متزلزل الإيمان كان ضعيف الإيمان كان منافقا كان دنيويا رخيصا اشتري منه الدين بالمال بسهم المؤلفة قلوبهم ونحو ذلك ومنهم من كان مؤمنا حقيقيا ثم بعد إذن ارتد يعني مثلا واحد من أصحاب رسول الله معروف حتى المخالفون ليس الشيعة فقط يسبون ويذمون وإنما المخالفون أيضا الرجال ابن عمر اقرأوا في ترجمته كان من أصحاب رسول الله المعروفين بالعلم والعبادة اقرأوا في الإصابة لابن حجر وغيره ترجموا له قالوا كان من أصحاب رسول الله المعروفين بالعلم والعبادة وملازم للنبي صلى الله عليه وآله بعدما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب هذا الرجل والتحق بمسيلمة الكذاب وشهد لقومه أن النبي يعني وضع حديثا زورا على النبي أن النبي يقول النبي من بعدي هو مسيلمة فآمن الناس بمسيلمة بناء على كلام هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه على منطق المخالفين لأن شهادة الصحابي لا يمكن أن ترد أنه عادل عدالة الصحابة فقبلوا شهادته وآمنوا بمسيلمة وذهبوا معه إلى أين إلى النار وبئس المصير ما فكروا ما تعقلوا وقالوا دعونا نلتفت نبحث هذا الرجال بن عمر من أي قسم من أصحاب النبي لعله كاذب لعله منافق لعله مرتد وإن كان مشهورا بالعلم والعبادة وإن كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وآله دعنا نفتش فيما وراءه دعنا نسأل الآخرين لا نجعل كل أصحاب النبي سواء نميز بينهم نتبع الصالح وننبذ الطالح الصالح منهم نجعله على رؤوسنا نحترمه ونترضى عنه ونترحم عليه ونسأل الله أن يحشرنا معه في زمرة محمد وآله عليه الصلاة والسلام إذا ثبت صلاحه أما إذا ثبت أنه من المنافقين أو السيئين أو الأشرار أو المرتدين أو الدنيويين أو من المذمومين فرئنا إلى الله عز وجل منه هذا الذي يصنعه شيعة أهل البيت صلوات الله عليه يقولون أصحاب النبي ليسوا سواء مشكلة أهل الخلاف إلى الآن خلافا للكتاب خلافا للسنة خلافا للسيرة خلافا للتاريخ خلافا للعقل يريدون أن يعني يصروا على أن جميع أصحاب النبي كلهم صلحة يا أخي هذا باطل هذا البخاري نفسه يقول النبي يقول عندي بطانتان بطانة خير بطانة شر على أي أساس أنت تقول كلهم صلحة كلهم بطانة خير لا يصح هذا الكلام فنحن نعم نسب أبا بكر نسب عمر وغيرهما لأنه ثبت نفاق هؤلاء هذا الذي نحن نقول دلنا على نفاقهم القرآن دلتنا على نفاقهم السنة دلتنا على نفاقهم السيرة وأقوال وأمتنا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأفعالهم أيضا ننظر في أفعالهم فوجدنا أنهم بالفعل منافقين يعني بلا حقيقة ظلم لهم هذا حقيقة واقعه شخص مثل عمر بن الخطاب يأتي بكل وقاحة بكل بجاحة والنبي صلى الله عليه وآله في أواخر أيام حياته يشكك في سلامته العقلية ويقول إن الرجل لا يهجر هذه كلمة تصدر من مؤمن يمكن أن تصدر من صاحب وفي مؤمن لرسول الله أم من صاحب منافق لا شك أنه صاحب منافق وإلا كيف يتجرع على أن يشكك في السلام العقلية لرسول الله إن الرجل لا يهجر يعني إن الرجل لا يخرف يهدي والعياذ بالله زين رفع أي شعار قال حسبنا كتاب الله النبي قال ايتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا قال حسبنا كتاب الله يعني ماذا فعل رفض السنة رافض السنة ألا يكون كافرا منافقا هذا الذي يكفر بالسنة ويقول لا أريدها أنا لأرفض هذه السنة ما حكمه عندنا هذا حكم إجماعي أصلا هذا لا يكون مؤمنا إنه يلغي مصدرا من مصادر التشريع زين مناجزته للنبي وتحديه إليه حتى طرده النبي قال قوموا عني قوموا عني وابن عباس يقول لأنه لا ينبغي عند نبي تنازع هذا أوقع نزاعا في دار النبوة حز ألب الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى النبي طردهم لأنه اعتبر ذلك خيانة منهم وإهانة له في رزية الخميس أصلا لماذا تسمى رزية الخميس رزية يعني ماذا مصيبة رزية مصيبة هذه مصيبة كانت وابن عباس يقول ألا إن الرزية كل الرزية يعني أعظم مصيبة كانت نعم أعظم مصيبة لأنه لماذا النبي أولا أهين النبي صلى الله عليه وآله هذه الإهانة الوقحة السافلة من عمر وحزبه ثانيا تنوزع عند النبي ولا ينبغي عند نبي تنازع ثالثا حرمت الأمة من كتاب كان سيعصمها من الضلال أبدا لأن النبي ماذا قال قال أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا الروايات عند أهل الخلاف تذكر اقرأوا في الصحاح اقرأوا مسند أحمد وغيره يقول فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها يعني ماذا فتح فتح باب الضلال على هذه الأمة لأنه حرمنا من هذا الكتاب النبوي الآن كل هذه الضلالات في الأمة كلها في رقبة عمر بن الخطاب هو يتحمل هذه الأوزار لعنة الله عليه هو الذي أضلنا هو الذي أفسد هذه الأمة ومجرد مخالفته للنبي صلى الله عليه وآله تجعله ماذا في النار لأنه صاد عن سبيل رسول الله رسول الله يريد كتابة الكتاب هذا يصد يمنع يتمرد يعارض فهو صاد عن سبيل الرسول الصاد عن سبيل الرسول صاد عن سبيل الله ما حكم الصاد عن سبيل الله في القرآن الحكيم النار جهنم وساءت مصيرا مسألة واضحة فنحن لأنه القرآن أنبأنا الأحاديث النبوية الشريفة أنبأتنا أحاديث أهل البيت الشريفة أنبأتنا أن هذه الشخصيات شخصيات منحرفة على أقل تقدير برئنا منها وهجوناها وذممناها وسبيناها وسببناها نعم لا نتحرج من ذلك أنت عندك خلل أخي الكريم السائل أنت عندك خلل لأنك إلى الآن مصر عن عناد بأن تحترم هذه الشخصيات تقول كيف نسب أصحاب النبي نعم سب أصحاب النبي بحق إذا كانوا من المنحرفين لا تسب أصحاب النبي المخلصين كخالد بن سعيد بن العاص مثلا وكالمقداد بن الأسود وسلمان الفارس المحمدي وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري الحمد لله عندنا أصحاب خيرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن زوجاته أيضا سيدة خديجة سيدة أم سلمة السيدة ميمونة السيدة ماريا عليهن السلام نحترم الصلاحاء فقط ما نحترم عائشة مثلا التي كانت تهين رسول الله تقول له قل ولا تقول إلا حقا الله عليك هاي كلمة امرأة محترمة تقولها لزوجها سيد الأنبياء يعني النبي لا يقول إلا حقا شوف حتى هذه الكلمة ما تحملها أبو بكر مع أنه أبوها وهو أيضا منافق بدوره لكن وجدها إهانة بالغة السوء فلطمها هي رواياتهم تذكر لطمها وقال لها يا عدوة نفسها أو يقول النبي غير الحق حتى تقول ولا تقول إلا حقا أو تأتي تهين النبي بل تهين الله عز وجل لما قالت هذا الحديث الشائن ما أرى ربك إلا يسارع في هواك الله أكبر يعني الله ينزل آيات في هوا النبي إذا كان الله عصم نبيه من الهوا قال وما ينطق عن الهوا إنه إلا وحي يوحى هو الله يوقع نفسه في هواه نعوذ بالله كلمة كفرية هذه الآن إذا مسلم يأتي ويقول إن الله يسارع في هوا أي أحد حتى ولو كان نبيا هذه كلمة باطلة مخالفة للإسلام تقولها عائشة بكل وقاحة لرسول الله وتأتي وتقول له أنت الذي تزعم أنك رسول الله وتقول له ما لك لا تعدل هذه ما لك لا تعدل كلمة كفرية كالتي قالها ذو الخويصر التميمي وإجماع المسلمين على أنه كفر بذلك وكان ذلك أمارة على نفاقه ذو الخويصر التميمي معروف جاء لما قسم النبي صلى الله عليه وآله الغنائم جاء واعترض على القسمة وقال للنبي صلى الله عليه وآله يا محمد اعدل فقال له ويلك إن لم أعدل فمن ذا يعدل لا فرق بين هذه الكلمة وقولها للنبي صلى الله عليه وآله ما لك لا تعدل بل هذه الكلمة الثانية أوقح لأن ذاك لم ينفي العدالة عن النبي وإنما طالبه بها قال اعدل يعني بصيغة الإنشاء أما تلك بصيغة الإخبار قالت ما لك لا تعدل ليش أنت معادل اعترضت لا على قسمة الغنائم وإنما القسمة بينها وبين سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله يقول يعني اعدل بيننا أنت معادل فيما بيننا مثلا هذه كلمة كفرية والله تعالى ذم عائشة وحفص في كتابه في سورة التحريم أدانهما من فوق سبع سماوات لذلك إحنا كمسلمين لسنا على استعداد لأن نحترم هذه الشخصيات التي تجرأت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وانحرفت عن الكتاب وعن السنة وعن أهل البيت الطاهرين صلى الله عليه وإنما نحترم فقط من يثبت صلاحه فقط وإيمانه فهو اختار زوجاته لكن بأمر الله لا على هواه وهذا الفرق بيننا وبين الأنبياء نحن إذا ما أردنا أن نختار زوجاتنا نختارهن عن هوا في غالب الأمر لا نختارهن بأمر الله عز وجل لأننا لسنا متصلين بالسماء الأنبياء فرقهم عنا أنهم لا يفعلون شيئا لا يقدمون رجلا ولا يؤخرون أخرى إلا بأمر الله عز وجل فالله أحيانا يأمر نبيا من أنبيائه بأن يتزوج امرأة كافرة أو منافقة أو منحرفة ابتلاء هذا يحصل الله عز وجل مثلا أمر نبيا عظيما من أنبيائه من أولي العزم وهو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج هذه المرأة الكافرة الملعونة ولم يأمره بتطليقها لم يأذن له بتطليقها مع أنها كانت تؤذيه وكانت تحرض الناس عليه وكانت تفعل منكرات ممنوع ليس لك الحق في أن تطلقها أنا أريدها زوجة لك حتى أبتلي بها أمتك وأنظر إلى صبرك تصبر أنت أم لا نفس الشيء فعله مع لوط عليه السلام يعني لوط كما في الروايات الشريفة الله أمره قال له اذهب إلى القوم الكذائيين قوم سوء كانوا يفعلون المنكرات اذهب وتزوج منهم هذه المرأة نحن لا نفعل ذلك إحنا لا نختار إذا كنا مؤمنين لا نذهب إلى قوم سوء يفعلون المنكرات نختار منهم امرأة صحيح؟ لكن الأنبياء يفعلون إذا كان بأمر الله عز وجل فعلها لوط تزوج هذه المرأة وبالله عليك ماذا فعلت هذه المرأة بسيدنا لوط؟ صلوات الله عليه أشياء يعني الإنسان يستحي أحيانا حتى من ذكرها كانت كلما زاره أضياف تصعد على سطح الدار في بعض الروايات تصفق في بعض الروايات تصفر زين تصفر أو تصفر هكذا صفير تصدر صفيرا في بعض الروايات تدخن يعني اطلع دخان حتى أهل القرية يعلمون أن هناك أضيافا عند لوط فلما يأتون هناك تقول اذهبوا إليهم ولوطوا بهم تحضوا على الفاحشة كانت امرأة منحرفة كانت أخلاقيا جدا كانت تفعل ذلك كرارا شيخنا الروايات متفق عليها عندنا مروية عندهم مروية أيضا كتب التفسير أي واحد يقدر يروح يراجع أي واحد يقدر يروح يراجع في قصة لوط عليه السلام يجد هذه الروايات موجودة منتشرة الآن بالله عليك من منا نحن مثلا رجال المسلمين مستعد أن يستبقي امرأة بهذه الصفات السهيئة لحظة واحدة على ذمته ولا واحد يقبلها تخيل أن لديك امرأة هكذا تحث الناس على الفاحشة لحظة واحدة تبقيها على ذمتك لا والله يستحيل مستحيل لكن هذا النبي فعلها وأبقاها إلى أن أهلكها الله عز وجل شيخنا موعد المروية يقولون عاش بأنه رمت بحجارة على مائدة أمام النبي وأمام أصحابه هذا ابن عشائر مثلا عربي مرتسوا به شي سوي هذا ما يتحمل طبعا يطلقه والروحي هذا يذبحه شيخنا هذا ما ذبحه طبعا نعم معلوم بس النبي تحمل النبي صلى الله عليه وآله تحمل تحمل الكثير من عائشة وحفصة هذا كان ابتلاء لصبر النبي الله يريد أن يرى صبره صلى الله عليه وآله وابتلاء لأمته كما قال أمير المؤمنين عليه السلام وتعلم ذلك منه عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه لما سئلوا هذا السؤال فقالوا إن الله ابتلاكم بها ليعلم أيهما تطيعون إياه أم هي ابتلاء عائشة ابتلاء لنا مثل ما كانت زوجة نوح ابتلاء لقوم نوح زوجة لوط ابتلاء لقوم لوط زوجة هود عليه السلام أيضا كانت منحريفة وفاسدة وكانت تسبوا النبي هود عليه السلام وكانت تحرض الناس عليه وتكذب بنبوته لها قصص أيضا في هذا الخصوص وإن لم تذكر في القرآن الحكيم لكن ذكرت في الآثار في كتب التفسير فهذا كان ابتلاء لا تقارن نفسك أخي السائل لا تقارن نفسك بالنبي الأنبياء لهم أحكامهم الخاصة الله يبتليهم يمتحنهم ويمتحن أمامهم وأقوامهم لا تقول ما أختار ما عرف يختار زوجاته لا عرف لكن كان بأمر الله ليس بيده شيء هو يتحرك النبي ما ميزته أصلا أنه كل شيء بأمر الله الآن أنت مثلا إذا جاءك عندك بنتان مثلا أنت الآن أو بنات مجموعة بنات وجاءك مجموعة من الرجال الفاسدين الذين أجلكم الله يمارسون الشذوذ اللواطة وتقدموا لبناتك تقبل ولا واحد فينا يقبل صحيح تزوج بناتك للمأبونين لأهل الشذوذ ما تقبل لكن النبي لوط ليس فقط قبل وإنما عرض بناته على هذا الصنف من الناس قرآن قال يا قوم قال ماذا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لماذا كيف قبل على بناتي أعراضه أن يزوجهن ممن من الذين كانوا يأتون الرجال أفسقوا الفسق أفجروا الفجر أكفروا الكفر كان مستعدا هم رفضوا يعني لو هم قبلوا لكان قد زوجهم لأن النبي لا يكذب يعني لا يكون هزليا في عرضه هذا لابد أن يكون جادا وإلا لا يكون نبيا يقول يعني لما يقدم هذا العرض يقول هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم لابد أن يكون جادا وإلا لا يكون نبيا صادقا كاذبا والعياذ بالله لكن هم رفضوا ما كانوا يريدون البنات يريدون الرجال نعوذ بالله فممكن أن نتخيل أن شخصا يصنع هذا نعم إذا كان نبيا بأمر الله الله أمره ولو كانوا قد قبلوا لكان قد زوجهم وعلي أن يتحمل يكون ذلك ابتلاء لبناته ولعل أولئك يصلحون بذلك يستصلحون بذلك يعني عرفتوا فهناك مقاصد متعددة لمثل هذه الأمور الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه الفرد هو مقارنة نفسه بالنبي أي نبي كان فيقول أنا لا أفعل هذا الشيء كيف النبي يفعله ومن ثم يكفر بالعقيدة فيقول النبي صلى الله عليه وآله إذن ما عرف أن يختار أصحابه وزوجاته فإذن هذه عقيدتكم باطلة يا أخي تمهل أصبر أحكام الأنبياء تختلف عن أحكامنا وظائفهم تختلف عن وظائفنا خلط أنه إحنا نقايس أنفسنا مع الأنبياء صلوات الله عليه تمهل ادرس جيدا تعلم جيدا تكتشف أن هذا النبي صلى الله عليه وآله ضحى تضحية عظيمة لأنه كان بأمر الله أن يتزوج هذه النسوة الفاسدات أو أن يصاحب هؤلاء أو قسم من أصحابه الفاسدين كان ذلك ابتلاء الأنبياء يبتلون والله عز وجل يبتلي أيضا أمامهم وأقوامهم بالمحيطين بهؤلاء الأنبياء ليرى من هو الصالح ومن هو الطالح